السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطالبات وطالبات على المرحلة الثانية العامة مرحبا بقول الله بالصف الثالث السنة ورحمة درس والسالة نشروح تبصيل قاعدة اللغة الانجازية ان شاء الله مستمرنا عاك في حالة مجموعة متابلات النهوة مكتب النواصر الى عام 22 مستمرنا عاو 11 سبعة النهارة ان شاء الله نشتغل الدرس الخامس والسادس وتحديدا في الجزء ده ان شاء الله هنجيب لك الفوكابلل اللي خاص بالقصة بتاعتك وكمان هنشتغل مع تدريبات السكالسة الحديدة من الترجمة اللي جاي بها الكتاب عندك كتدريبات بدأنا ان شاء الله صفحة 59 سبحان الله وبركة الله نبدأ المشروز تقول لك برايد معناها العروسة كانت بادية او شكلها جدا ايبة انها ابيض الطويل جدا اللي هي كانت لابسها طيب كان شكل ايبة جيلتي مزنبة جلومي كئيبة جيلس حقودة ولا بمعنى انيق اه كانت جميلة شكلها جميل في الروستان العبيض اتنبولة فيها نادية از مالها نادية من بنت عمها لانها يدوب اللي جايبة او يعني حصلت توا على ايفون جديد طيب ايه بقى بالنسبة لها جيلتي مزنبة جلومي كئيبة جيلس غيرانة منها او حقد عليها غيرانة من بنت عمتها ولا بنت عمها دي اللي جابت ايفون جديد طيب اللي فيها توصتش الشوك كانت صدمة لما فوزنا بالمسابقة بس هي صدمة حلوة مش وحش انو فازوا بالمسابقة عينيه دي ده فيوم احتاج كده يعني كم دقيقة كده علشان يحصل له غيبة امفلونس يؤثر بمعنى يفوق ادور بمعنى يحب شيء حب شديد ولا بمعنى يطلب من عمل لا طبعا الصدمة ما كانش بصدق نفسه ازا بقوله ايه لدرق ان هو فقد الوعي اللحظات كده واخد كم دقيقة علشان يفوق من هذه الصدمة اللي هو تعرض اليها نحرك شوية عشان نشوفه جملة عمر 4 واللي بقول لك فيها وظيفة كذا يفتح البواب هو يقفلها عشان يقرر مين يدخل الملكية المكان ده طيب بمعنى قريب بمعنى عميل جيت كيبر جيت كيبر بقول عليه البواب اللي هو بحرس البوابة ولا ويسبر يحمس هناخد جيت كيبر بمعنى حارس البوابة او البواب زي ما بقول في خمسة اقول فيها انا كزا لدرجة بعيدة او مطلقا يعني عمتي طيب هي واحدة من الناس مفضلين جدا بالنسبة لي كده هو اكيد بيحب عمته دي يؤثر يتعافى او يسترد دوعي زي ما بقوله ولا ادور بمعنى يحب يحب حب شديد ولا يطرد او لك ايه ادور اي ابسلوتلي ادور انا بحب عمتي دي حب شديد جدا في ستبلك فيها ما تقلعش من حاجة يا عم يا عم انت بس ايه بقى ايه ابعد اعمل نوز هالكزا ولا افخر بكزا ولا ليف اتومي اه اتشغلش بقى لك انت بس يسيبها لي يعني سيب لي الحكاية دي وانا خلصها لك طيب سيبلك فيها لا يتحتم عليك ايه بقى ما حدش سمعنا ابان انت ايه بقى شوشنيش بقى ما تهمسش بقى ولا يتعافى ولا يحب احنا قلنا يا عم ما تهمسليش الناس ما حدش واحد بقى له يا عم يحكي زي ما انت عايز طيب نتحرك مع جملة رقم تمانية بهدف ان احنا نشوف الصفحة رفعنا لك الشاشة نشوف الرقم يعني تم تحذرنا من ايه من هذا الجزء في المدينة ليلا يبتعد عن احنا نبعد عن المكان ده من روحش ناحيته ميكا بيكنيك فور ولا تيك برايد ان ولا ليف اتومي انا لسه مترجمهم من شواء دول في الاختيار اللي عادة فهنا اخد يبقى كيب واي فرم نبتعد عن الجمنا التنسؤول فيها هانا ازقاء هانا ملهبة مني طيب بتيجي للعيادة بتاعتي كل تلك شوور تشيك هاتي عشان تفحص اسنانها طيب هانا دي عميلة طيب قريبة عميلة زبون يعني عميلة عندي يعني ايه زبونة ازا بقوله بتيجي العيادة عشان تشوف اسنانها كل شوية طيب اه في جمعة شوورة فيها احنا بنخطط لايه بقى ماشي امير من مكانه من الموقع بتاعه هنا كن بتبوزيشن معناها وظيفته يعني بكوز مش بيعمل شغله كويس يبا عازين نعمله ايه امفلونس يؤثر يتعافى ادور يحب ولا ديسمس يطردوه خلص كده عازين نعملوله فانيشنج للشغل بتاعه طيب انا هقرر بنفسي الوظيفة انا عاز اعملها انا هقرر بنفسي الوظيفة انا عاز اعملها مش هدي فرصة الحد ايه بقى انا امفلونس ازوالك اثر علي يعني ولا ولا ادور ولا دسمس اه مش هيخلي حد بقى مش هيخلي حد يأثر عليه طب ننتقل ليه الجزء التاني تجيبها شباب وده اللي هتلاقي عنوانه عندك المهارات هو هنا مركز في تحديدا على الترجمة وهيبقى جيبلك مجموعة جمل الترجمة الاول بيبدأ بالمجموعة من انجليش لاربك وبعد كده هنجيب العكس معك طبعا احنا عارفين ان حتى الان الاسئلة الله اعلم بها بعد شوية الحال هتغير واللي هفضل خلينا مع كل وقت بي معاده زي ما بقول الجمل الأولى في اللغة الإنجليزية You don't have to be a genius or a visionary or even a college graduate to be successful You just need a framework and a dream طيب انا هحرك الشيشة شوية عشان يبقى الاربع اختيارات بالعربي يعني نحاول نحن نخليهم كلهم ظهرين قداما تمام كده وإحنا متعودين شاويب خلاص مع بعض شغالين مع بعض احنا عارفين احنا بنختار الترجمة بفكرة الإسقاط او بفكرة توضيح الأخطاء الاول عشان نوصل له الإجابة تمام كده? طيب. تعال نحاول نركب الكلام على بعضه. عليك ان تكون. لما بيقول لك. يبقى عليك ان تكون دي لوحدها غلطة. كفاية. انا مش محتاج اكمل اراية. تمام? انا مش محتاج ايه? اكمل اراية. لان كلهم خلاص. بنتهم على عليك. طيب. اللي بعدها. طيب بيقول لك ايه? ليس عليك ان تكون عبقريا او مرائيا. مش معناها مرائي. طب ماشي ايه? ادي ايه? كلمة انها غلط خلاص. دي كفاية. بتاع نروح اللي بعدها. بيقول لك ايه? بيقول لك ليس عليك ان تكون عبقريا او صاحب رؤية. تمام? او حتى خريجا جمعيا لحد هنا تمام. تمام جرادويت? لكي تكون نجح لحد هنا الجملة. فيش جملة مشكلة. طيب. you just need a framework and a dream. انت فقط بحاجة الى برواز. فريمورك هنا مش معناها برواز. مش معناها برواز. خلاص? طيب. يبقى كلمة برواز هنا في الجملة دي غلط. يبقى كده ايه? ثلاث جمل كل واحدة فيهم غلطة. الغلطة الواحدة كفاية. تعرفوا للاختيار الاخير. ليس عليك ان تكون عقلين او صاحب رؤية. تمام? لحد هنا جميل. او حتى خريجا جميعا لتكون ناجحة. لحد هنا حلم. طيب. يقول كيف الجزء الثاني? you just need a framework and a dream. يبقى انت فقط بحاجة الى اطار عمل. بل فريمورك انا مقصود بايه? اطار عمل. لان كلمة فريمورك الوحدة هي اللي معناها برواز. لكن فريمورك اطار عمل and a dream وحلم. يبقى هتلاقينا ان الاختيار اربعة او الجملة اللي هي في الحرف ده هي اللي تمثل الترجمة الجيدة او الوحيدة اللي صاح في الاربعة فان اخدها يا جابة في اول الترجمة. نتحرك مع الترجمة التانية نخليها بس هي الواضحة قدامنا. واللي بيقولك فيها ايه زهرة? ماشي. اتس اباوت the difference you make in people's lives. طيب تعالى برضو نشتغل بالطراحة نتعودين عليها فكرة الاسقاط. طيب انا بيقولك ايه زهرة? النجاح? بيقولك النجاح لا يتعلق بكمية الاموال التي تجنيها. طيب. زهرة? زهرة? ماشي لحدنا تماما. طيب اتس اباوت the difference you make in people's lives. انه عن الفرق الذي تحدثه. تمام? في حياة الناس. خلاص كده انه عن. it's about the difference of الترجمة. في الجملة القدامك بترجم ترجمة حرفية جدا. ماشي الترجمة حرفية جدا. لو عارف يا ما فيش اختيارات. يعني لو ما اجيب ليش اختيارات تاني كنت اقولك الترجمة دي مقبولة. تمشي. خلاص كده? تمشي. لكن طالما في اختيارات بتدور على الانطار. تعال نشوف اللي تحتها. النجاح لا يتعلق بكمية الاموال التي تجنيها شبه بعض. بل يتعلق الامر. اه. بالفرق الذي تحدثه في حياة الناس. هتلاقي ان الجملة هنا افضل من اللي عددت. خلاص? افضل. قارن كده يعني حد هنا نشبه بعض. قارن في الحت دي يعني شوف كده كلمة بل. وقال لك ايه انه. يتعلق ماشي. بل يتعلق الامر. انا قال لك انه عن الفرق. قال لك اتعلق بالفرق. هنا ايه جاب لك مباشرة ان هنا. فالحاجات دي ايه? الصغرات دي جميلة جدا. طب شوف اللي بعدها. النجاح لا يتعلق بعدد الاموال. فين كلمة عدد دي. او ما قالش عدد. او بقول لك ايه? ده مش معناها عدد. لحد هنا لو دي الغلطة الوحيدة كفاية. تمام? وكمان انا جاب لك ايه? بالفريق او دي غلطة تاني. طب اللي بعدها. النجاح لا يتعلق بكمية الاموال تجنيها. هنا ماشي رجع زبط دانيا. كما يتعلق او ما قالكش كما يتعلق. تمام? فكده هنلاقي ان افضل صياغة فيهم هي الصياغة في الحرف ب. زي ما قلنا ان الصياغة في الحرف الف يعني صياغة ما قدرش اقول عليها ان هي غلب. لكنها مش بقوة وجمال الصياغة في الحرف ب. نتحرك مع جملة التالتة ترجمة. ودي برضو باللغة الانجليزية حوال اللغة الاربية. انا حركتها شوية عشان تبقى الصفحة كما نظهر معنا. فبقول لك ايه فيها? there are two types of people who will tell you that you cannot make a difference. وبيش رحي الجملة? those who are afraid to try and those who are afraid you will succeed. طبعا دي. طيب بقول لك ايه فيها? there are two types of people هناك نعم من الاشخاص. who will tell you that الذين سيقولون لك انك ان انه تمام? لا يمكنك that you cannot make a difference. انه لا يمكنك صنع الاختلاف. لحد هنا ماشي معجول. الجملة ماشي. طيب ايه ب. those who are afraid to try. اولاك الذين يخشون المحاولة. لحد هنا تمام. and those who are afraid you will succeed. واولاك الذين يخشون انك لن تنجح? لا ده هو مش لن تنجح. ده بقول لك ايه? you will succeed. ده بيقول لك will. انت هتنجح. يبقى ده بدي ايه غلطات. اللي بعدها. نقرن عربي بعربي بقى خلاص. هناك نوعان من الاشخاص الذين سيقولون لك انه لا يمكنك صنع ايه? اه هنا الاختلاف خليها شيء مختلف. لحد هنا ماشي فيش مشكلة. محد هنا فيش مشكلة. تمام? هتلاقي بدأ يظهر لك ايه اه اه ماشي. صنع الاختلاف صنع شيء مختلف. يعني تتعدي يعني. مع الاعتراض مع ايه? مع الاعتراض على كلمة شيء ايه. اللي هي صنع شيء مختلف. مع الاعتراض على الكلمة دي تحديدا يعني. تمام? طيب. لكن في غلطة تانية جاية اهم من دي. اولاك الذين يخشون المحاولة واولاك الذين يحبون انك ستنجح. لا بالعبس. ده هم مش حابين انك انت تنجح. ده هم مش عايزينك تنجح. طيب نروح للتكتيب التالتة او الجملة التالتة. هناك نوعان من الاشخاص الذين سيقولون لك انه لا يمكنك احداث الفارق. جاب لك حبتة حلوة هنا. جميل احداث الفارق. تمام? اولاك الذين يخشون المحاولة اولاك الذين يخشون انك ستنجح. لحد هنا جملة جميلة خالص. روح لبعدها. هناك نوعان من الاشخاص الذين سيقولون لك انه لا يمكنك احداث الفارق. لحد هنا ماشي زي زي الفوجة. طيب ها ها بقول ايه? الذين سيقولون لك انه يمكنك. هنا اه عمل حتة بقى ما خدت مناش بلن منها. شوف هنا في ايه? لا يمكنك انك انه يمكنك. اه هنا الغلطة بقى. لا هو مش يمكنك. لا يمكنك. تمام? وعلشان كده نختار الجملة في الحرف جيم. اجابة سليمة للترجمة بتاعتنا. فهناخدها لها. وصلنا للجملة الرابعة ودي الجملة الاخيرة في الترجمة من لغة انجليزية للغة عربية. بقولك فيها ترجمة من لغة انجليزية للغة عربية. بيقولك فيها الاختبال الحقيقة هو ما ازا كنت. اه خد بالك من حتة ازا كنت. فينها كلمة دي? تمام? ماشي? خلي بالك من حاجة تانية كمان. ازا كنت ايه بقى? ازا كنت تركت. احنا يجيب لك حاجتين وراء بعض غلط. ماشي? لحد ايه. طب ماشي? لو دول هم الغلطة الوحيدة ايبقى كفاية. فيه طبعا اخطاء تانية عندك هنا هوك تستخدامه لالى التقاعس وكمان استخدامه سواء اخترت اللي هي فاخر جملة. دي فيه مشكلة. طب في جملة التانية. ان الاختبار الحقيقي هو اه هنا عالج حكاية ما ازا كنت تركت ديه هو هل ستترك الفشل? تمام? يشتد جابها بدل اقوى او يغجيلك الى التقاعس باستعمل نفس الغلطة اجاب لك حرف الجر هنا. ورجع جاب سواء اخترت ديه برضو تاني. ماشي. ده هنروح للتالتة. ان الاختبار الحقيقي هو هل ستترك الفشل يشتد او يغجيلك او يغجيلك لتتقاعس هنا عالج نقطة الى. يعني اشالها. وهي برضو عالج حكاية كنت تركت ماشي. في جزء ده بقى كويس. او بقى ازا كنت تتعلم منه سواء. برضي عمل لي نفس المشكلة في حكاية سواء اخترت. سواء اخترت مفروض سواء اخترت كزا او كزا. طب ما مش موجودة الحتة دي. طب نشوف الجملة الرابعة والاخيرة عشان نقارن. ان الاختبار الحقيقي هو هل ستترك الفشل يشتد او يغجيلك لتتقاعس. لحد هنا الجملة التالتة والربعة مشيين تمام. طيب. او ما اذا كنت تتعلم منه. تمام. لكن انا اختلف بالك وستختار المثابرة. دي افضل من سواء اخترت المثابرة. يبا هنلاقي ان الاختيار دال او الحرف دال هو الترجمة الافضل للجملة اللي قدامنا فهناخدها يجب. نتحرك دلوقتي مع الترجمة اللي بلغة العربية اللي هنحولها الى لغة انجليزية. ونبدأ به الجملة واحد بيقول لك لم تكن الاعاقة الجسدية ابدا عقبة في طريق النجاح. فكم من معاقين حققوا ما لم يحققه الى صحة. تعال نشوف التراجم الموجودة ونشوف افضل راحلة فيهم. اللي هي الاعاقة البدنية طبعا انا عندي في الجمل بتاعتي من التحويل من انجليش من عربي الانجليزي ما عنديش حاجات ليه الان والدنيا دي وكلمات اللي هي من النوع ده. انا بصيق الجملة بتاعتي بفعل وفعل. مليش دعوا بيه السياغات العربي مكتوبة ازاي? انا لازم ازبط الدنيا عندي انجليش. طب بادة من الاول ايه العاقة الجسدية ايه. هاز نيفر بين شوف بدلها. فبقيت عندي العاقة الجسدية لم تكن. بدل ما هي كانت لم تكن العاقة الجسدية. المهم عندي انه هنا ماشي حلو. لم تكن العاقة الجسدية ابدا عاقبة. جميل جدا. في طريق انك حدينه ماشي حلو خالص. تمام? فكم من النعاقين حققوا مالة محقق لها الساق. افعلها صحة. شوف بقى عندي? الصياغة في الجملة الاولى ماشية سريمة تمام تمام. تعال روح للصياغات التانية. قارن بقى انجليش بانجليش خلاص. بس يبقى العربي. قارن انجليش بانجليش. لحد دينا مشين مع بعض. بس هنا عامل كمى. تمام وهنا عمل ماشي? دي ملحوظة. يعني هنا كان عامل ايه? هنا كان عامل كمى. اهي? دي كمى. لكن هنا انا عمل ايه? عملها فلسطوب. ادي انا مش عايز الفلسطوب. تمام? كمل بقى. ماشي لحد هنا ايه? تمام كده? فور هاو ميني? قال لك انا ايه? there are so many. ما قال لك ما قال لكش انا هو فكم من اقول لك انا مش عايز الجزء ده. ده كده خطأ خلاص ده لوحديك فعلا. طب اللي بعدها برضو هنقارن سي باي? قال لك لحدنا تمام. وبرضو عمل نفس المشكلة ان هو جاب لي فلسطوب. ما جاب ليش كمى. تمام? ما جابش كمى. طب حاجة تانية. عمل نفس الحكاية. اللي هي. there are so ميني وميني والدنيا دي. طيب. ماشي? وكمان نديك انا هو كلمة ايه? هاز نوت. مفروض اني هاز نوت ازاي انا بقول ايه? بتكلم عن البيبول هنا فما ينفعش معها هازك. مفروض اجيب معها هازك. طيب. تعال اروح ليه الاختيار الاخير. ودي الوحدها كفاية. تمام? الصياغة هنا هو خطأ. ان كلمة اللي هو الطبيب. ما يبقى كده انت عملت حاجة غلط. طيب ايب انا كده انا هاخد الاختيار ايه? لانه هو الترجمة الوحيدة السليمة في الاربع اختيارات. اخدها اجابة للجملة الاولى في الترجمة من لغة عربية لغة انجلسية. نتحرك مع الجملة التانية ومعها كمان نشوف الصفحة. احنا هنرفعها كويس عشان نشوفها كويس. طيب ايه بيقول لك ايه? لا توجد كلمة مستحيل في قاموس مفردات الانسان الناجح. فالمستحيل يصبح فالمستحيل يصبح ممكنا بالتفكير والعمل الجا. تعال نشوف الاختيارات. لا توجد كالمستحيل لحد هنا. مفيش مشكلة. تمام? خلاص كده. مفيش كلمة. مفيش كلمة. هنا هو بيترجم ترجمة حرفية. تمام هنا? هنا الترجمة ترجمة حرفية جدا. رقيقة خالص ومش تنفع معي. نروح لبعدها. هنا تلافح كات word. there is no impossible in the vocabulary dictionary. برضو هنا ما زال في فكة الترجمة الحرفية. ولسه بيكمل. of a successful person. the impossible becomes possible by thanking. او عمل غلطة تاني. وبقول لك thanking. كلمة تنك معناها شكرة. مش بول شكرة. بقول لك تفكير. يبدي غلطة. طيب نروح للاختيار C. the word impossible. the word impossible. كلمة مستحيل. doesn't belong to the vocabulary. آه حلوة خالص نحو. the vocabulary of. vocabulary of a successful person. what is impossible becomes impossible by thinking and hard work. هنا حلوة خالص جملة. مش هي سليمة تمام. لبقول لك تفكير. the word impossible doesn't. مش هي. the word impossible doesn't belong to the vocabulary of a successful. هنا مش هي تمام. the word impossible doesn't belong to the vocabulary of a successful person. تمام. what is possible becomes impossible. هنا هو شكلة بالمعنى. اه خلاب المقلوب زي بيقوله. تمام? بقول لك ايه الممكن مستحيل. لا. ده احنا عايزين العكس. كده هتلاقي ان الاختيار C او الجملة C هي افضل ترجمة للجملة بتاعتنا فهناخدها اجابة. طيب نتحرك مع الصفحة اتنين وستين عشان نكمل. معانا الجملة رقم تلاتة. بيقول لك فيها برضو عربي. شخصيتها القوية واسرارها على اللا تعامل. خدها لك من حتة دي. دي فيها بناء المجهول. اللا تعامل. يعني محدش اعملها يعني. بشكل مختلف ساعدها على تغيير راجع الناس في الذين يعانون من متلازمة داون. طيب. نقول لبقى. شخصيتها قوية واسرارها على اللا تعامل. على البناء المجهول حلو واضحة وهنا. تمام جميل جدا. تمام كده? بشكل ساعدها على تغيير. تمام. على تغيير رأي الناس. تمام. نحدينا جميل جدا. طب تعال نروح لبعدها. نقارن انجليش بانجليش بقى. هير سترونج كاراكتر. اند. دي ترميناشن غير دي سكريميناشن. اه. دي سكريميناشن اللي هو التمييز العنصري والحاجات دي. طب لا احنا مش محتاجنا غلطة دي بقى. خلاص. طب اللي بعدها. هير سترونج كاراكتر. اند. هو جاب دي ترميناشن في الجملة اللي جاية. دي ترميناشن نوت تريد. اه نوت تريد كده كأنها هي الفاعل. هي مش الفاعل ده هي مفعول بي. لاننا عايز جملة فيها بناء للمجهول. كده احنا بنقارن انجليش بانجليش فمش مهم. لو الجملة العربي اختفت. طيب هير سترونج كاراكتر. اند. دي ترميناشن. نوت تريتت. ديفرانتلي. لحدينا مش هالأولى زي الاخيرة. تمام كده? هاف هلبد هير. تشينج. اه اتغير الكلام. اه اتغير اللي عندهم متلازم الداون. هي غيرت رأيهم هم? لا. ده هي غيرت الناس اللي في ينزلوا. لالناس اللي هم عنديهم متلازم الداون. طيب تعالي نروح لي الترجمة الرابعة والاخيرة في الموضوع بتاعنا ده. اللي هو الترجمة ببلوغة الانجليزية. بيقولك فيها لا تنشغل باظهار اخطاء غيرك. يعني متشغلش نفسك بانك انت توضح ان الاخرين غلطانين يعني. بل يشتهل ليكون لك عملك الخاص الذي يندن به الخطأ. خلي بالك يعني انت اهتمي مشهورك انت عالشان ما بقاش فيها اخطاء. طيب. اه الجملة اللي قدامك انها هو ما تشغلش كزا. له هو بيقولك لا تنشغل. هتبقاش يعني ايه هنا الجملة اللي قدامك في العربي تحوي بناء المجول. يعني ما تخليش حاجة تشغلك. ما تخليش الشيء ده يشغلك. وهنا الجملة دي جابك انت كفاعل. لأ ده انت هنا في حد هيشغلك. فانت مش تنفع معايا كده جملة دي. طيب ده هي دي بقى. ما تنشغلش يعني ما تبقاش انت مفعول بي يعني. لحد دينها ماشية. تمام من جملة. تمام كده? بل يشتهد ليكون لك عملك الخاص. تمام كده? الذي يندر به الخطأ. حال. لحد دينها تمام. تعالنا بقى نقارن. بي بسي. دونت بي بري اكيبايد with showing the mistakes of another. يعني دي الوحدة غلطة كفاعل. نروح للي بعدها. برضو دونت بي بري اكيبايد with showing the mistakes of others. دعم امام هنا. بط ماشي ماشي مع بعض. او بل لك معناها كافة. لو هي الوحدة الغلطة كفاعل. تمام? كده هنلاقي ان الاختيار به هو الترجمة الافضل والسريمة في الاربع تراجم المتاحة. فاناخدها اجابة لجملة رقم اربعة. كده شباب يكون انتهى. التدريبات اللي جبناها لك على الدرس الخامس والسادس من الوحدة السبعة. لكن تدريبات نعملهاك بتاعك ان شاء الله لم تنتهي بعد. انتظرنا في المزيد مع معلم خبير اللغة الانجزية مثل السعزة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.